اشتركوا في القناة 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 اللي بيعتبر يعني معالجتها بتكمن في توفير الموارد اللازمة لها توفير الموارد اللازمة ويمكن ده بيرجعنا ليه فكرة امانة الصندوق والتخصص لامين الصندوق للأسف الشديد ان اللايحة ما بتشتريتش مؤاصفات او مؤهلات معينة في امانة الصندوق تحديدا وده انا بعتبره كسور في اللايحة بس مش في نال زمانك بس عافظة في كافة الاندية الرياضية والمؤسسات الرياضية خلينا نقول ان المؤسسات الرياضية والاندية الرياضية يعني متطلباتها اختلفت عن السابق لما بنيجي نتعامل مع نادي على انه كيان مؤسسي كيان مؤسسي ده بيكون زراع رياضي وزراع اقتصادي واستثماري للدولة لو احنا بنتكلم بفكرة الاستثمار الرياضي واهميته للنادي وللدولة خلينا نقول ان عدم موجود تخصص محدد لأمانة الصندوق او مؤهل محدد فتح الفرصة لدخول مرشحين اخرين على أمانة الصندوق من غير زاوي التخصص ونفس المؤهل المتطلب في هذه المرحلة ودي يمكن نقطة انا اراها يعني بتحتاج لتعديل تشريعي مستقبلا في ضرورة ان يكون هناك ضوابط ومؤهلات محددة لأمانة الصندوق تحديدا دكتور كريم تخصص ايه بقى؟ انا دكتوراء ادارة الاعمال تخصص الرسالة كان فيها التسويق اهمية التسويق في زيادة القدرات التنفسية لمنظمات الاعمال ماجستير ادارة الاعمال دبلوما في المحاسبة المالية باكالوريوس تجارة وادارة الاعمال شعبة اقتصاد من جامعة حلوان طبعا مستشار الحمد لله نظم الحوكمة وتطوير الاداء في العديد من المؤسسات في مصر والوطن العربي ومحاضر في الاقتصاد وادارة الاعمال ويعني مسؤول عن وضع برامج تطوير الاداء وتنمية الموارد في المؤسسات المالية والاقتصادية داخل وخارج مصر ويمكن يعني لو بصنا الحمد لله للمؤهلات هنجدها بنسبة كبيرة هي الاكرب لاحتياج امانة الصندوق في هذه المرحلة من عمر وتاريخ نادي الزماني هل ممكن تصطدم بواقع بواقع ممكن ما نجحتش دكتور كريم خلينا نطفق ان يعني الجامعية العمومية انا براهم بصورة كبيرة على وعيها في هذه المرة تحديدا لان نجاح انا مش وقع في النجاح انا مش قوز النجاح انا قوز مشاكل المالية وبعض الامور اللي هل في ممكن صعوبة في بعض المشاكل ما تدارش تحدلها وارد طبعا اي مشكلة اي مشكلة لها حل ولكن هي الفكرة في طريقة الحل وبداية طريق الحل من هنا بنقدر نوصل لحل المشكلة مشكلات نادي الزمالك بدايتها هي محتاجة لايه محتاجة ان انا محتاج كامين صندوق ان انا راجع كل الاتفائيات والعقود الخاصة بالنادي محتاج ان انا اعرف كل ما للنادي وكل ما عليه لان انا مش هقدر اصد ما عليه الا لما انا اورد احصل كل ما ليه لدى الغير وبالتالي دي النقطة الاولى في شغل ادارة امانة الصندوق هل ممكن يبقى ليك رأي في مثلا تعاقد مع لاعب بسعر معين هو طبعا يعني دور امين الصندوق اللي هو تحديد الاولويات وفق الاولويات وبالتالي هو قراره ودوره مؤثر في مجلس ادارة النادي يعني لو في لعب مسلا طالب مبلغ معين مجلس ادارة هيوافق عليه هل من حضرتك او من امانة الصندوق انك تقول له لا احنا عندنا سقف معين مش هقدر اشتغل عليه ده ما هو دور امين الصندوق مش فقط ادارة المحفظة المالية للنادي ولكن هو ليه دور في ادارة الموارد والاصول من ناحية ليه دور في التنبؤ بالماليات والتنبؤ بمدى وجود عجز وكيفية معالجة العجز التنبؤ بالمتطلبات للمرحلة القادمة المتطلبات من نفقات ومصرفات وغيره كل هذه الامور بتدخل في اطار عمل امين الصندوق البعض بيختزله انه هو دوره فقط انه هو بيتعامل مع مصلحة الضرائب والبعض يروج لذلك معالجة مشكلات ضريبية او ادارة رواتب او خلافه لا الموضوع اكبر بكتير لان نادي الزمالك في المرحلة الحالية محتاج لموارد جديدة وبالتالي تنمية الموارد والبحث عن موارد وتعظيم الفايدة من الموارد والاصول الحالية دي نقطة مهمة جدا عشان ينجح امين الصندوق لازم يعملها عشان الجامعية العمومية تختار امين صندوق لازم لابد من ان يكون من روية حدفة الموارد الجديدة ايه هي ممكن من روية نظرة يعني احنا عندنا على سبيل المثال مثلا صور نادي الزمالك صور نادي الزمالك ده بيعني حجم المحلات الممكن ان تفتح فيه حاليا يمكن تتراوح من 30 ل 50 محل باجارات طبعا هذه المحلات طبعا مغلقة حاليا وبالتالي الدور الاول هو البحث هذا الامر مع الجهات المعنية لفتح وتشغيل هذه المحلات موارد مالية شهرية للنادي او سنوية حسب طبيعة العقود الامر الثاني احنا عندنا مساحات كبيرة في النادي بتسمح بوضع اللوحات الاعلانية عندنا اماكن كبيرة في النادي ايضا بتسمح بوضع او تخصصها لبعض العلامات التجارية سواء غزائية او طبية او غيرها كل هذه الامور بتقدم خدمة جيدة للأعضاء بخص كل هذه الامور بتجلب موارد ودخل للنادي استغلال الاصول واستغلال المساحات غير المستغلة يعني دي ابسط حاجة الامر الثاني طبعا لو فيه استقرار مالي وفيه استقرار اداري دي نقطة مهمة جدا لدخول رعاة جداد لنادي الزمالك لان طبعا الاستقرار المالي والاداري ده بيهم اي شركة كبرى بتبحث عن وضع علامتها التجارية على اي مكان اتفق ان حتى الان الرعاة والشركات الدعاية ما بتروحش نزم مالك عشان فكرة الاستقرار الاداري والمالي اكيد اكيد مالهاش دعوة بقى نزم مالك او مش نزم مالك لان لان هقول لحياتك حاجة يقول لك لان اي مالك ما بيروحوش رعاة كتير او ما فيش على التشيرت بتاعه رعاة كتير تمام طبعا الاستقرار المالي والاداري ده رقم واحد رقم اتنين التسويق الجيد احنا لو فيه تسويق جيد واعرف ازاي يتواصل مع شركات داخل مصر او خارج مصر هقدر ان انا احصل على الرعاة الفكرة كلها ازاي تقدر تقدم نفسك ازاي تقدر تقدم ملف رعاية يحقق لك انت فوائد مادية ومعنوية ويحقق ايضا للطرف الاخر نفس المكاسب من الانتشار الفكرة كلها ان احنا يعني ادارة الاصول والتسويق الجيد دي نقطة مهمة وعبء كبير على امانة الصندوق خلينا نقول ان نادي الزمالك علامة تجارية شعار نادي الزمالك هو لابد ان يعامل معاملة علامة تجارية لها الحقوق القانونية الخاصة بيها وبالتالي لابد ان يكون هناك فكرة زمالك ستور ان انا من خلالها اقدر ابيع وحافظ على العلامة تجارية حصل قبل كيها دكتر حصل قبل كيها ولكن لازال هناك مشكلات لان انا عندما ادخل كراعي لازم اكون العلامة التجارية دي محافظة عليها لازال العلامة التجارية لها حماية بحيث ان انا اقدر اتعامل عليها كراعي وعايز اتعامل مع النادي النقطة التانية برضو يمكن لنا حابب اوضحها وهي خاصة بأسباب المشكلات المالية للنادي وهي مشكلات ايضا بتتعلق بعقود اللاعبين احنا دلوقتي بنعاني من نسبة كبيرة من المديونيات النادي خاصة بالغرامات وخاصة بالإيقافات المترتبة عليها طيب احنا سببها ايه؟ سببها ان ما فيش ادارة احترافية وما فيش ادارة بصورة مؤسسية لملفات وعقود انتقال اللاعبين واحترافهم ودي بالتالي بتخصر النادي وبتخصر اللاعب وبالتالي لما بيكون فيه على سبيل المثال حتى لو ما قلنا بدون انشاء شركة كرة تمام وان كانت من ضمن البرنامج الانتخابي انشاء شركة كرة بمجلس ادارة مستقل تمام ليه؟ لانها هيكون لها دور رياضي ودور تسويكي واعلامي هيفيد النادي بصورة كبيرة لكن ادارة العقود بصورة احترافية هحافظ على حقوق النادي وحافظ على حقوق اللاعب وهجنب النادي الدخول فيه ازمات مالية وغرامات زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي بخصوص الغرامات واملات الصندوق حتى الان برضو احنا برضو همنا كلام الجمهور بيحب نادي زمالية او جمهور زمالية بيحب يعرف كل تفاصيل عن الانتخابات وفكر كل مرشح ودايما منطقة الغرامات او مثلا غرامة الكهرباء بتبقى مهم جدا في السؤال ده يتسئل مرشح وحضرتك اميل صندوق تمام في بعض المرشحين قالك انا عمليش مشكلة ان انا اقصف في بعض المرشحين قالك لا اقصف لحق الناد الزمالية كامين الصندوق في التوقيت لحدك ممكن تنجح فيه او تكون موجود في مجلس دارك كامين صندوق يعني بتفضل ايه لا هي طبعا الغرامة هي مستحقة بالاضافة للفائدة المترتبة عليها من تاريخ صدور الحكم والحين السداد التام وبالتالي يعني خلينا نقول ان احنا كنادي الزمالك مدينين ايضا لجهات اخرى مدينين لاتحادات مدينين لمصلحة الضرائب طب كل هذه الديون انا محتاج ان انا اوفر موارد عشان على اقل سدة جزء منها وجدول باقي المبالغ وبالتالي الحصول على غرامة كهرباء هي حق اصيل للنادي بكامل قيمتها زائد الفائدة المترتبة لحين السداد التام تقصيت ولا كاش لا كاش ان شاء الله بس هي مش غرامة كرباء اللي هتحل مشاكل مش هتحل المشاكل انا بقول لحضرتك ان انا محتاج اجدول انا بالزبط انا في البداية قلت لحرائك ان انا محتاج اراجع كل الاتفاقيات محتاج اعرف ايه اللي ليه برة عشان اسدد اللي علي تمام وبالتالي هي من ضمن انا ما بقولش ان هي اللي هتسد في الاول وفي الاخر وهتسدد المبالغ كلها ولكن هي جزء استطيع من خلاله سداد جزء وجدولة باقي المبالغ المستحقة طيب سؤال بقى مهم جدا لحضرتك هل بتشوف ان المؤهلات المائية كافية لنجاح اي مرشح في انتخابات نتزمالك التوقيت ده كمان بازاي في التوقيت ده احنا محتاجين فكر اداري او فكر مؤسسي يساعد النادي في الادارة يساعد النادي في التسويق في الخروج من الازمة عموما ويمكن هنا يعني المرحلة الحالية مختلفة عن المراحل السابقة من عمره وتاريخ النادي يمكن ممكن فيه اوقات مفيش ازمات انا مش مهم مين ايا انكات المؤهلات ما فكرش دي تنتخب او تنزل انتخابات قبل كده لا انا نزلت المرة الدورة اللي فاتت بس كانت عضوية فوق السن المرة السابقة فقط دي كانت اول مرة ودي المرة التانية سوفتها ازاي يعني كان لها ظروف طبعا يعني يمكن بدأ تلمس بعض منها في هذه المرة طبعا يعني مش عايزين نخوض في الظروف السابقة ما كانش فيه دعاية بصورة كاملة ما كانش فيه فرصة للتواصل مع الجمعية والعمومية والزهور والحضور والاتخاذ الجوالات الانتخابية داخل النادي يمكن دي مش موجودة بصورة كاملة وان كان فيه بعض الكسور اللي انا بلحظه في الفترة الحالية من خلال ادارة اللجنة السلسية للعملية الانتخابية وهو السماح لبعض المرشحين ومش بعض المرشحين اللي هنا بقصب بهم المستقلين عشان ما نظلمهمش لانهم بيعانوا من نفس الامر ولكن بتكلم عن السماح مثلا للمسؤولين عن الترويج والدعاية والاعلان وتوزيع البرشورات للقايمة ومنع دخول المسؤولين عن الدعاية الانتخابية للمستقلين حتى لو عددهم 3 افراد بيمنعوهم بيمنعوهم الامن يقول لا ممنوع في حين ان انت ممكن تبقى في النادي بتلاقي اشخاص غير اعضاء الجمعية العمومية متواجدين بيقوموا بعمليات توزيع سواء دعاية او هدايا لعضاء الجمعية العمومية او اوراق تتعلق بالدعاية طيب مع ان انا طالبت بالامر ده فيه خلال اجتماع اللجنة السلسية مع الاعضاء المرشحين وطالبت ان يكون فيه سماح لكل مرشح من المستقلين او غير المستقلين ولو على الاقل بدخول بتصريح عدد من 13 لعشرة يكونوا مسجلين على بوابات الامن يكون يسمح لهم بالدخول عشان يساعدوا المرشح في التوزيع لانه مش من الطبيعي ان المرشح هيقدر يوزع بنفسه او هيتعاون او هيطلب من اعضاء الجمعية العمومية القيام بذلك معي الحقيقة ان الامر رفض والحقاية النهاردة احنا بنعاني من عدم كل المرشحين عدم القدرة على دخول المعاونين للمرشح في اجراء الدعاية الانتخابية داخل النادي كمستقلين فقط كمستقلين في حين فيه فيديوهات متدولة ايو القيمة حضرتك فيديوهاتها متدولة في توزيع الهدايا وتوزيع الدعاية على كافة المواقع الاخبارية ويمكن هنا برضو انا عايز اشير لنقطة تانية تتعلق بالمواقع الاخبارية وهي يعني فيه حالة من عدم الحياد والشفافية فيه نقل الاخبار وتداول الاخبار المهمة يعني على سبيل المثال بالنسبة للمرشحين المستقلين بالنسبة للمرشحين المستقلين يعني او للمرشحين ضد المرشحين الاخرين بما فيهم لو حد من القيمة يعني على سبيل المثال انا كنت باجراء طعن قانوني ضد مجموعة من السادة المرشحين على امامة الصندوق لعدم قانونية ترشحهم لهذا المنصب أو لمنصب الزمالك عموما أو المقعد أمين الصندوق فيه تنوية ده نقول أسماء آه تمام أوكي الدكتور طبيب دكتور حسام المندوه الأستاذ خالد مطيف خالد كتحسين آه الأستاذ محمد الماوي الأستاذ محمد قدري طيب الطعن ده تقدم في مجلس الدولة وكان متحدد له يعني يمكن متقدم من أسبوعين وكان متحدد له جلسة أمس تحديدة كأول جلسة وحجزت للحكم تاريخ 15 عشرة طيب هل مش من حق الناس كجمعية عمومية أو كجمهور تمام إن هو يعرف إن فيه طعن مقام أو أسباب الطعن إيه ما هي الوضع القانوني للمرشح هو وضع قانوني حتى فوزه بالانتخابات يعني وارد فيه ما بعد يحصل بطلان على مقعده تمام وبالتالي كان من دور الصحافة وأنا تواصلت الصراحة مع صحفيين وقلت لهم إن فيه طعن وخدوا مني كافة البيانات والتفاصيل طيب أسباب الطعن يقول لنا يا دكتور؟ لا أسباب الطعن على سبيل المثال نبدأ بالدكتور حسام المندوه إنه طبعا معروف للجميع إنه نائب عن الدائرة التسعة تقريبا دائرة بولادا قرور والدستور يعني المادة 103 من الدستور يعني نصت بضرورة التفرغ النيابي وعدم الجمع بينه وما بين مناصب أخرى واللايح الداخلية لمجلس النواب تقريبا المادة 28 و29 و30 نصه على نفس الشيء بعدم التفرغ النيابي وعدم الجمع مع إدارة أو عضويات مجالس إدارة لأي اتحادات أو مؤسسات سواء رياضية أو غير رياضية ده بالإضافة إن القانون نفسه مجلس النواب منع إن عضو مجلس النواب يكون بإجراء أي اتفاقيات أو يوقع على أي عقود مع الجهات الحكومية وغير الحكومية خلال فترة النيابة داخل المجلس حتى ما يتعلق بأصوله الشخصية إدارة أمواله وأصوله ده مثلا كانت حسام غالي ما هو نائف في مجلس دوات الناجر أهلي تمام أول حاجة هو معين وليس مرشح الحاجة التانية إنه لم يطعن عليه فدايما الناس بتقول مثلا كابتن فلان أو كابتن فلان لا الوضع مختلف كابتن حزم في اتحاد الكورة كمان لم يطعن عليه فبالتالي ما فيش حد يعني أنت ما فيش حد جي نزعك في ملكية هذا العقار فأنت مالك لهذا العقار صحيح؟ مجرد ما ظهر شخص وبدأ ينزعك في ملكيته فأصبح هنا في مجال لبحث قانونية ملكيتك لهذا العقار ده بتبسيط للأمر يعني لما نيجي نبص في اختصاصات أمين السندوق وفقا لللايحة المالية الموحدة تمام هنجد إن جميعها بتتعلق إنه هو بيبرم اتفاقيات وبيمضي على عقود مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ده غير العديد من المهام اللي لما حضرتك تقرأها هتجد إن فيها حالة من عدم القدرة أو ضرورة التفرغ لإجراء أو القيام بهذه المهام طيب ده على سبيل المثال الطعن الأول الطعن الثاني وفقا لأسبابه القانونية والموضوعية بيتعلق وفقا للمادة 75 من القانون الرياضة وهي عدم جواز الترشح هو بيتعلق بالأستاذ خالد لطيف قانون الرياضة بيمنع إنه أنت حضرتك تترشح مدام كنت بتتقاضى أجر من أو بتعمل بأجر أو بدون أجر في النادي أو المؤسسة الرياضية إذا نظرنا الكابتن خالد لطيف هنجد إنه هو كان إعلامي في قناة الزمالك وكان بيتقاضى الأجر من المركز الإعلامي لقناة الزمالك وليس من الشركة المتحدة ده من أسباب الطعن الثاني إنت وصل لحدك معلوم أنه كان ما بياخدش من الشركة المتحدة بالزبط وقدمنا بعض المستندات وقدمنا ما يفيد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن ملكية قناة الزمالك هي تابعة لنادي الزمالك وليس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الطعن الثالث يتحدث عن الأستاذ محمد أدري الحمد لله جميعها أسباب قانونية وموضوعية ويمكن ده القاضي لمسوا فيه الحديث عن أسباب الطعون هو مفروض يوم خمستاشر يوم خمستاشر عشر الحكم يعني الجلسة كانت أمس وحجزت للحكم لأنها طبعا شك مستعد طيب ليه دكتور ما فكرتش تبقى موجود في قايمة يعني فيه حديث أنك تنفروجها في خلال أيام يعني هيعلن عن قايمة خاصة بي طبعا إحنا بن يعني أنا كم معتاد العمل في ضمن فرق عمل مختلفة ومتنوعة ما عنديش إشكالية مع أي قايمة على عكس ما يروج من البعض أن إحنا لازم إحنا ننجح عشان إحنا نشتغل مع بعض ولو حد دخل علينا إحنا ممكن ما نقدرش ننجح لا أنا بورحب بالعمل مع أي حد والحقيقة جالي عروض من بعض القوائم اللي بتشكل حاليا ولكنها محل يعني دراسة مني يعني وارد؟ وارد ولكن لسه نشوف خلال الممكن بداية الأسبوع القادم الفكرة كلها مش أنك تحط اسمك في قايمة الفكرة كلها القايمة مش قصة القايمة هتضف لك إيه كما ينظر البعض بيقض يحسبها حزبة أصوات أنت تديني ألف وأنا تديك ألفين وكلام ده هي الحزبة مش حزبة كده الحزبة أن أنت لما بتحط اسمك في وسط مجموعة وتقدم للجمعية العمومية لازم نظرة عضو الجمعية العمومية أن هذه القايمة هي قايمة وقعية وقايمة منطقية تحقق طلباته أو متطلباته وتطلعاته مش فكرة مجموعة أسماء تقدم للجمعية العمومية كمسمة قايمة أو لخدمة الأصوات بعضهم على بعض لا أنا وجهة نظري مش كده تماما حتى لو بشتغل بشكل مستقل ممكن يكون إيجابياته أكثر من سلبياتي في انضمامي لأحد القواءة طيب هكلمك بقى الأمور المالية مع الفرق والعملين داخل النادي ودي مشكلة كبيرة جداً كيفية يعني خلص أنت عندك الفلوس أو الفلوس اللي هي على الأد هتشتغل عليها إزاي بقى دكتور من خلال عقود لعبين في جميع الألهاب ورياضيات داخل الناس الزماليك وأيضاً مستحقات العاملين ممكن أن تكون في الفتر فاتر حقيقة كانت وغد حيث كبير جداً من عاملين داخل الناس الزمال هو طبعاً يعني العاملين طبعاً والمدربين دول يعتبر أنا بعتبرهم من أولويات العمل ليه؟ لأنهم أصحاب أسر وهم المسؤولين عن تقديم الخدمات للأعضاء وأبنائهم وبالتالي الحفاظ على هذا الكادر وتوفير الاستقرار المالي والاجتماعي ليه والأسرته أعتقد ده هينعكز مباشرةً وبصورة إيجابية على خدمته للأعضاء وأبنائهم ويمكن ده هو الهدف الأسمى من أي برنامج انتخابي هو الاهتمام بالكادر الإداري والكادر المؤسسي لانعكساته على الأعضاء وأبنائهم والتالي المدربين أيضاً نفس الشيء المدربين دول استقرارهم مهم جداً توفير أنا أصلي معلومة أنه حتى الآن فيه مجموعة بقى لهم ست شهور تقعيباً ما أخذوش فور التباتل فيه طبعاً بالزبط أنا يهمين أن المدرب ده بيعدي جيل وبيهيق جيل وبيعدي ناشئين يهمين أنه وقته وفكره ومجهوده كله يبقى الأبناء الأعضاء الجمعية العمومية اللي منهم نخرج أبطال ومنهم نخرج كوادر حقيقية تخدم اسم نادي الزمالك وتشارك في بطولات تضيف لنادي الزمالك لأن طبعاً أنت مشاركتك في بطولات عموماً نحن ندور على الرعاة مشاركتك وصعودك للنهائيات أو أدوار نهائية واستمرارك في المحافل الإفريقية والدولية دي نقطة مهمة جداً فيه جذب الرعاة للنادي خاصة أن فيه بعض الرعاب يهتموا بيه رياضات معينة وبالتالي لابد من الاهتمام بكافة القطاعات وكافة الفرق الرياضية لجذب رعاة مختلفين ومتنوعين في اهتماماتهم لهم هنزود لهم مرتباتهم مثلاً؟ ولا نديهم فلوسهم الأول؟ لا طبعاً هندي الفلوس طبعاً في الأول ولكن حقهم طبعاً زيادة المرتبات طبعاً معرفش آخر زيادة إمتى لكن هو حقهم حتى لو زيادة استثنائية ليه لأنه طبعاً فيه تضخم وفيه زيادة في الأسعار فمن حقهم برضو أن يكون فيه حتى لو زيادة استثنائية مدام الأمور هتسمح بذلك فمن حقهم علينا هل بتشوف من خلال حل الأزمة المالية داخلنا زمانك أنك تبيع بعض اللعبين للنجوم اللي ممكن يكون يجيلهم مورود قوي بص حضرتك هو يعني زيزو مثلاً زي فتوح مثلاً تمام أنا يعني مش من مؤيدي فكرة أو النهج الخاص من أن أنا محتاج فلوس وعندي أزمة مالية أنا بيع اللعب ده فكرة إداري خاطئ ليه بقى؟ لأنه لابد أن أنا أتعامل مع اللاعب على أنه حاجتين هو أصل ومورد هو أصل للنادي أو أصل من أصول النادي وبالتالي يجب علي أن أنا أحافظ عليه واستثمره طيب المورد ليه؟ لأنه وجود اللاعب فيه النادي ده بيحقق حاجتين أول حاجة بيحقق استقرار للفريق وغرفة اللبس تمام وبيطمن اللاعب الأخرين بوجود استقرار وأن هذه المؤسسة الرياضية بتحافظ على أبنائها وبتلبي متطلباتهم الحاجة التانية اللي بيكلم حررتك فيها كمورد لأنه وجوده بيضيف للفرقة بيساهم في صعود الفرقة لبطولات البطولات دي بتجيب فلوس للنادي مكافآت الفوز مكافآت الحصول على بطولة وغيرها ده في عندية بتجيب لعبة كبارة عشان تسوّق عشان تسوّق تشيرت سوّق النادي بشكل عام بالزبط بالتالي زي ما قلت الحررتك في اللاعب مثلا جابت كريستيانا في البداية ومستكملة الدنيا صحيح فإحنا نتعامل مع اللاعب على أنه أصل ومورد من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الرياضية والفنية طيب ده جزء مهم جدا يعني لو في قرار داخل مجلس الدارة أو لجمة الكورن تبقى مثلا زيزه عشان الفلوس تعطيت حضرتك؟ بدان في أهمية لي على المستوى الرياضي والمستوى الفني وما فيش احتياج للموارد المالية أنا بيعوا ليه ولو حتى ما فيش احتياج مالي بدان ما فيه وسائل وبدائل أخرى لتوفير الموارد المالية غير أن أنا بيع لاعب يعني فكرة أن أنا بيع لاعب دي طب أنا النهاردة عندي أزمة مالية وبعت لاعب الفلوس دي هتنفق في أوجه إنفاق معينة تمام؟ طيب هتحصل ممكن أزمة بعد ست شهور أنا هاوض أبيع لعيبة طب يعني هو الحل أن أنا كل أزمة مالية بيع لاعب طب أنا هاوصل لمرحلة أن أنا عندي أزمات مالية وما عنديش حد أبيعه ما تكلمش إيه على قطاع ناشئين برضو؟ قطاع ناشئين ده من جمل الزهب في نادي الزمالك ولكن هو محتاج لتطوير محتاج لاهتمام بالمدربين محتاج لعدالة في النظرة للمستحقين الحقيقيين للتصعيد ده في جميع الألعاب كمان ده في جميع الألعاب كمان إحنا عندنا مشكلة في نادي الزمالك فيه ألعاب كتير ألعاب دي مهمة جدا وللأسف الشديد هي مش موجودة ورياضات مهمة وبعضها رياضات غير مكلفة كمان تفكير في إلغاء بعض الألعاب مش يعني مش من المفضل طبعا أنا محتاج أن أنا أطور الألعاب وطور القطاعات يعني عاسمي المثال الجنباز الفني مش موجود موجود فقط الجنباز الإقاعي تمام مع أن فرص الجنباز الفني في الدخول للبطولات تكون أكبر وهو أكثر الاهتمام بي لعبة مثل لعبة مثلا أو رياضة الشطرنج غير موجودة مع أنها لعبة غير مكلفة تماما تمام وأنا تواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد المصري للشطرنج ورحب جدا بالفكرة أن هما يتعاونوا مع نادي الزمالك في إدخال هذه اللعبة وإدمددنا بالمدربين طبما دي لعبة جديدة بتدخل بطولات ممكن تجيب بيها رعاة ممكن تنمي بيها مهارات أبناء النادي تمام بتفكير جديد بتفكير إزاي تخطط إزاي تقوم بخطوات معينة إزاي تأجل خطوات كل دي أمور يعني دي رياضات على سبيل المثال رياضات بسيطة ولكنها غير موجودة ومهمة وبنجدها في أماكن أخرى وبالتالي ليه ما تكونش موجودة عندنا في نادي الزمالك تمام هل دكتور كريم عنده العلاقات الكافية مجرد لما يبقى موجودة في أماكن صندوق إن كم الرعاة ممكن يزيده؟ من ضمن المواصفات الحمد لله يعني اللي موجودة في اللايحة حتى وهي السمعة الطيبة للمرشح وده يمكن كانت من أسباب الطعن على أحد المرشحين الآخرين الحمد لله السمعة الطيبة بتمتع صحيح يا جماعة بس بعد إذن كدك دكتور كل الأسماعي لحدك ذكرتهم شخصيات محترمة جدا طبعا لهم حق الرد في التفاصيل الخاصة بالطعون اللي قال عليها دكتور كريم يعني تمام طبعا الحمد لله يعني الحمد لله الواحد بيتمتع بصمعة طيبة داخل وخارج مصر الواحد على مستوى العملي بيتعامل مع مؤسسات داخل وخارج مصر وشركات تجارية واستثمارية في الخارج وبالتالي هناك حالة من التواصل الحمد لله يمكن عملي كمستشار نظم الحوكمة وتطوير الأداء ومسؤول عن قطاع إدارة الأزمات وتطوير أو تنمية الموارد في بعض المؤسسات ده بيجعلنا أكثر احتكاك وتواجد في العديد من المؤسسات وبحظ الحمد لله بثقتهم فالأمر لن يكون إن شاء الله بعيد بالإضافة طبعا للخبرات في مجال التسويق والإدارة والأمور المالية كل دي إن شاء الله تضيف للنادي الزمالك وإن شاء الله قدر أخدمه بيها آخر سؤال بقى دكتور قبل ما أختم حضرتك شايف نظم مالك ما بعد انتخاب مجلس الدارة جديدة شوفه أي إن كان بحياتك موجود أو أي إن كان بقى الموجود شايفه متجه لمنطقة الاستقرار من وجهة نظرك ولا الأمور ممكن هتفضل شوية كده واخدى وقت عبر ما يستخرن الزمالك يعني طبعا بتمنى إن هي ما تاخدش وقت الوقت مش في مصلحة النادي ومش في مصلحة أي حد ولا بالتالي هو هنا الفكرة كلها في اختيارات الجمعية العمومية هما يعني أدرة وأكثر يعني دراية بالوضع الحالي داخل النادي وأكثر علم أيضا بمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة وده اللي بتمنى إن هو يعني يبروز أو يكون واضح في مخرجاتهم في الاختيار ما بين السادة المرشحين المستقلين الشباب تحت السن فيهم كوادر جميلة جدا المستقلين في فوق السن أيضا يعني فيها حالة من الإسراء صراحة والكوادر العظيمة فبتمنى المفاضلة بصورة جيدة بعيدا عن كريم عادل اختروه أو ما تختروهوش ما فيش مشكلة اختاره اللي انتوا عايزينه ولكن النظر في كل المرشحين بما فيهم فوق السن وتحت السن ده أمر ضروري وأمر مهم وهيضيف إن شاء الله للناجح أو للمجلس المنتخب والجمعية العمومية ككل دكتور كيمانا بشكر حضرتك وجودك معنا ونتمنىك توفي ونتمنى طبعا ناتزة ملك فكرة الاستقرار زي ما أنت بتقول يعني أيا كان الأسماء اللي هتبقى موجودة إنه نضيف للناس الزمالك ويبقى في مرحلة من الاستقرار ومرحلة جديدة للناس الزمالك بشكرك يا دكتور شكرا لك شكرا لك شكرا بشكرك دكتور كريم خنيني نطلع للفاصل بعد الفاصل كابتن محمد مراي كابتن والي موافع هيكونوا معي وحديث بقى عن كرة القدم هنتكلم على الأهلي هنتكلم عن ماتشن بارها أهلي والإسماعيلي هنتكلم على الزمالك والبنك الأهلي هنتكلم على منتخبنا الوطني إن شاء الله اللي عنده ماتشين مهمين وديين بالنسبة ليه مباراة الجزائر وزنبيا إن شاء الله كل التوفيق المتخبنا هيكونوا معنا بعد الفاصل بأمر الليل